الآن سيأتي الدور على فريق الهلال على البطل وربما يعني هذا ما يريد أن يسمعه الآن عاشق الهلال وإذا سويت عن الهلال فقل لهم وفرحة الأيام للأجيال قلب بطرفك في السماء وحسنها هل زانت الدنيا بغير هلالي وجائزة أفضل لاعب تذهب لأيسا فيتش طبعا رئيس نادي النصر أيضا يحضر والحضور الكبير بينما جائزة أيضا جائزة للمعالي احتفظ محمد ناصر الاختفالية المعتادة عندما يسجل هدف دائما يحتفظ هذه الطريقة التي الهلالية وأول بطوله بمناسبة للهلال في ملعب الجديد الهلال الذي لم يترك ملعبا إلا وسجل فيه إنجازا إلا ورسم فيه بصمته إلا ووضع فيه حضوره الهلال هنا ياسين بورو بقية اللعبين يستمرون الهلال هذه العادة المعتادة عندما يتعلق بالهلال عندك محمد كنو عندك حسان جمكتي عندك نيفس كذلك خل الرياض تسهر على نور الهلال وهلال الماضي والحاضر والمستقبل حلال لا يتوقف حلال لا ينكسر حلال لا يستكين يستروفيتش أو ميتروفيتش بقية لعبي الهلال لدينا هنا طبعا أكولي بالي مالكوم عبدالله المالكي الصورة التذكارية ما بين ناصر الدوسري وكأس هذه البطولة كأس مجمع الرياض الرابع في أجوح جفالية هنيئا للهلالية هذه البطولة هنيئا للهلالية هذا الملعب لا شك في ذلك هذا الملعب الجميل هذا البيت الجديد هنا طبعا عبدالله الحمدان ابتسامة سجل في المنبرات الأولى ما شارك الليلة عندك هنا ميشيل الله 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 تستاهل هذه الطفلة الصغيرة التي هو المبادرة الغير مستغربة من معاليه طبعا الصغار والكبار عبدالله المالكي الدولي السعودي الذي هنا يذهب الكاس الكاس طبعا ولحظة جوائز الهلال طبعا هنا الرئيس الشعيد لا شك الرئيس التاريخي فهد من نافل فاز بكل الألقاب تقريبا بل إنه ذهب بالهلال لأول مرة ولعب المباراة النهائية في المغرب في بطولة أنية العالم والحديد والحديد ثم عنه هنا يطول والحناق يطول بين توركال الشيخ وأيضا فهد ينفرج هنا طعما واحد من الرموز الكبيرة في تاريخ الهلال إداريا كبيرا الآن والهلال يسعد الآن لأن يرفع كأسا جديدة بطولة جديدة هذا المشهد المتكرر والهلال يقول في مشاهدتك عافيتي يا هلال فكيف إذا أهديتني بطولة في مشاهدتك عافيتي فكيف يا هلال إذا أهديتني بطولة قمر الهلال ساطع وسيمفونية الهلال لا تتوقف وإنجازات الهلال لا تتوقف وكأس أخرى للهلال نعم كأس الرياض كأس الرياض خل الرياض تسهر على نور الهلال مبروك للهلالية بطولة أخرى جديدة تضاف إلى ألقابهم الكثيرة العديدة التي لا تتوقف إطلاقا نعم بطولة أخرى جديدة ويذهب لبليهي ويذهب إلى سالم الدوسري ويطلب منه أن يرفعها ارفعها يا سالم ارفعها يا سالم هذه العادة المعتادة للهلالية نعم يرفعون الكؤوس يرفعون الألقاب يرفعون البطولات لا يتوقفون عن ذلك يستمرون في ذلك أعواما وأعواما أجيالا وأجيالا الهلال يفعلها في كل عام مرة ومرتين وثلاث وربما أربح لا يتوقفون عن ذلك لا يشبعون في رفع البطولات ويكررون هذا المشهد مرات ومرات مرات ومرات أيها السيدات والسادة مبروك لكل الهلالية هذا الفوز في بيتهم الجديد في ملعبهم المذهل الجديد وبطولة أخرى تضاف إلى بطولاتهم العديدة والكثيرة والآن أيها السيدات والسادة الكلمة مرة أخرى للستوديو مع زميل الأستاذ وليد الفراج فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته نهاي جميل وختام كان كل شيء فيه كما يجب النصر يصعد للمنصة أو المسرح الهلال يتوج رئيس الهلال رئيس النصر رئيس النصر يصاف على عيبة الهلال رئيس الهلال يصاف على عيبة النصر منظر جميل الروح جميلة صراحة نتكلم عن المشهد العام أعطانا أيها بأن دائما حضور النصر والهلال يكون جميل في كل حاجة حتى في المدرجات المدرجات مختلطة هلاليين ونصراويين شكل رائع لذلك أنا أتماما لحديثك بس ببدر أتماما لحديثك ترجمة نانسي قنقر